بص على القناة دي كده عندها اربع فيديوهات بس و 68000 مشترك والفيديو الاول عادته 350000 مشاهدة بص على القناة دي كمان عندها 58000 مشترك والفيديو الاول جاب 220000 مشاهدة وفيه كتير من القنوات زي القنوات دي وده ببساطة لان اليوتيوب بيتغير بصنرار العديد من صغار مستخدمي اليوتيوب بيشاهدوا زيادة هائلة في الفيديوهات بتاعتهم اللي نشروها الاول مرة واكيد فيه تفسير لده القنوات اللي بتنشر فيديوهاتها الاولى بتحصل على الاف او ملايين من المشاهدات وده لانهما عندهم ثلاث عوامل مشتركة مؤخرا خوارزمياتي اليوتيوب اتأخرت عشان تركز على المبدعين الصغار والتغيرات دي اتأثرت يا كمان بالتيك توك على تيك توك يتم دفع الحسابات الصغيرة للظهور عشان تحصل على المشاهدات ولما المبدعين بيشوفوا الفيديوهات دي او المشاهدات الاولى ده بيخليهم انهم ما يحسوا بالدافع عشان يبدعوا بشكل اكبر بالنسبة للتيك توك ده بيعني المزيد من الفيديوهات اليوتيوب بيعمل الحاجة نفسها بس في شرط لازم الفيديو بتاعها بيكون عالي الجودة اليوتيوب كان بينشر المحتوى بناء على تكرار الناشر ودلوقتي هو بيدرك ان دي مش الطريقة الفعالة للحفاظ على المستخدمين المبدعين الصغار طيب ازاي بقى انت تقدر تستفيد من التغيرات دي بيعتمد الامر على جودة الفيديوهات القادمة طيب ازاي نقدر اعرف ان الفيديو بتاعي اعالي الجودة ولا لا جودة الفيديو بتاعت اليوتيوب بتعتمد على 3 عوامل مدة المشاهدة وعنوان الفيديو والصورة المصغرة لو انت كنت بتعمل 3 عوامل دول كويس او بشكل افضل من المنشئين التانيين حتى لو انت ما عندكش مشتركين فخوارزميات اليوتيوب هتروجلك المحتوى بتاعك القناة دي كان عندها 3 مشتركين بس قبل ما تنشر الفيديو الاول لها وبعد يومين من نشر الفيديو حصل على مليون و300 الف مشاهدة طب ايه اللي انت هتتعلمه من ده اختر موضوع بيهمك وكتب النص بتاعك وبعدين سجل بصوتك ويكون بشكل محترف وتأكد من عنوان الفيديو والصورة المصغرة بتاعته عشان اعمل ايدت للفيديو استخدم برنامج ادوب بريمير او برنامج الكاب كت انا عن نفسي باستخدم الكاب كت لانه هو الاسهل لي ولو انت مش مناسب معاك الادوب بريمير او الكاب كت ابحث عن اي برنامج تاني لنسبك وللكتابة استخدم شات جي بي تي او كوهيزيف ولانشاء الصورة المصغرة استخدم برنامج الفيوتوشوب لان ده هو اختيار معظم مستخدمي اليوتيوب ولو انت ما عندكش برنامج الفيوتوشوب استخدم موقع كنفا او فوتوبيا وللتعليقات الصوتية الافضل ان انت تستخدم الصوت بتاعت ولو كان الميكروفون بتاعك مش كويس استخدم اي موقع او برنامج لتعليق الصوتي وانا هوصيك بموقع عشان ده بي تديك صوت بيميل الى الواقع شوية ولو كان الميكروفون بتاعك ضعيف استخدم اداة الزكاة الاصطناعي الاشخاص اللي انت ما بتعرفهمش بيقدموا نصيح صدقة عشان كده لو انت مش متأكد من جودة الفيديو او الصورة المصغرة اسأل اي شخص غريب او تعرفه بس معرفة من بعيد ولما تعتقد ان الفيديو جاهز للنشر ارفعه على منصة اليوتيوب واستمتع بس لعبة اليوتيوب عادة ما بتستارك يومين قبل ما تدفع الفيديو بتاعك لصفحة رئيسية واختباره لمعرفة ما اذا كان جيد ام لا اذا تلقت الخرزميات لليوتيوب بفعل ايجابية بمعدل النقل للظهور ومتوسط مدة المشاهدة فاليوتيوب هيبعت الفيديو بتاعك لجمهور اكبر في الختام اسهل وافضل وقت عشان تعمل بي فيديوهات لليوتيوب اللي هو دلوقتي عشان كده لو ما بداتش دلوقتي هتبدأ امتى مهم جدا لو عاجبك محتوى القناة واعيزني ان انا استماموا في نشر المحتوى عن الزكاية الاصطناعي كل اللي انا طلبه منك لو تكرمت طبعا انك تعمل لي لايك وسبسرايب وتفعل الاشعارات وتكتب لي كده كومنت من زوءك الجميل ويا سلام بقى لو انت عملتني مشاركة للفيديو تبقى جامد جدا وبس كده كان معك عبدو ري اي في امان الله